سلالات حكمت المغرب الادارسة المرابطون الموحدون المرينيون السعديون العلويون سلالات حكمت المغرب فالمغرب امة ضاربة جذورها في التاريخ عمق هذه الجذور التي تعود للازمنة الغابرة ويرجع غنى هذه الحضارة المغربية لالاف السنين التي تعاقب فيها الغزاة الفينيقيون والقرطاجيون والرومانيون والونداليون والبيزنطيون والقوط الغربيون وقد ادت الفتوحات الاسلامية الى دخول الاسلام الذي سيترك علامة بارزة في تاريخ المغرب وقبل ان ننطلق في رحلة قصيرة مع هذه السلالات التي حكمت المغرب اذكرك بالاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك حتى يصلك كل جديد من الفينيقيين الى البيزنطيين كان الفينيقيون اول من قام بغزو المغرب مع بداية القرن الحادي عشر قبل الميلاد حيث شيدوا مراكز تجارية في طنجا وليكسوس وسلا ومكادور الصويرة وبعد افول شمس الفينيقيين اصبحت طنجا تحت حكم القرطاجيين الذين سيطروا على المناطق الساحلية ليتوسعوا بعد ذلك الى المناطق الداخلية وقد جعل القرطاجيون من طنجا والصويرة قاعدتين عسكريتين اماميتين كما قاموا ببناء مدينة في الموقع الحالي للرباط وفي العام الاربعين بعد الميلاد اصبحت المنطقة الشمالي للمغرب ملحقة تابعة للامبراطورية الرومانية وتعتبر مدينة وليلي اهم موقع روماني اثري بالمغرب تندرج منذ سنة 1997 ضمن قائمة مواقع التراث الانساني العالمي لليونسكو وقد استمرت سيطرة الرومانيين على ارض المغرب الى حدود القرن الثالث قبل ان تصبح مع بداية القرن الرابع تحت حكم الونداليين ذوي الاصول الجرمانية وذلك الى حدود منتصف القرن الخامس وهي الحقبة التي عرفت تدمير مملكة الوندال على يد الامبراطور البيزنطية جوسينيان الاول الفتوحات الاسلامية والسلالات المتعاقبة تميزت نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن بتوحيد الغزوات العربية تحت راية الامويين وانحدار البيزنطيين وقد جلب العرب معهم لغتهم العربية وخاصة دينهم الاسلام الذي سيسود في جميع انحاء المغرب الكبير هي اولى السلالات الملكية التي حكمت المغرب والتي يعود اصلها الى امير عربي منتسب للرسول عليه الصلاة والسلام كان لاجئا بمنطقة الاطلس المتوسط حيث بايعه الامازيغ سنة 789 تحت اسم ادريس الاول وبعد وفاته اسس ابنه ادريس الثاني اول سلالة ملكية في المغرب وعاصمتها فاس ويعود الفضل للادارس في تشييد جامع القراويين ومسجد الاندلسيين بفاس وضريحي ادريس الاول في زرهون وادريس الثاني بفاس بالاضافة الى المسجد العطيق بمدينة تينيس في الجزائر المرابطون 1069-1147 في سنة 1058 فرض المرابطون وهم سلالة امازيغية يعود اصلها الى مجموعة من الرحل الصحراويين فرضوا سيطرتهم على امبراطورية عظيمة امتدت من الحدود الشرقية للمغرب الكبير الى الاندلس وذلك لمدة قرن من الزمان وقد قاموا على امتداد هذه الربوع بتوحيد امبراطوريتهم بالاعتماد على الاسلام اساسا وعلى فكرة الحرب المقدسة كما بصموا كذلك على حضارة راقية متأثرة بالثقافة الاندلسية التي احتكوا بها واسس المرابطون مدينة مراكش ثاني الحواضر الامبراطورية في المغرب بعد مدينة فاس واطلقوا اسمها على دولتهم ويعود تاريخ العديد من الصروح الى هذه الحقبة من تاريخ المغرب كالجامع الكبير بتلمسان وضريح ملك اشبيليا المعتمد بن عباد في اغمات ثلاثين كيلو مترا من مراكش بسفوح الاطلس الكبير بالاضافة الى القبة المرابطية في مراكش الموحدون الف ومائة وسبعة واربعون الف ومائتان وثمانية واربعون تأسست الحركة الموحدية في الاطلس الكبير على يد ابن تومرت الذي كان يدعو الى العودة الى الاسلام ويعارض المذهب المالكي الذي يتبعه المرابطون قضى الموحدون على المرابطين وحكموا الامبراطورية المغربية بما فيها شمال افريقيا واسبانيا المسلمة لمدة قرن وجعلوا من الرباط مدينتهم الامبراطورية وتركوا اثرا مهما في تاريخ هذه المنطقة من خلال الثقافة الرائعة التي طوروها حيث خلفوا كنوزا معمارية في كل من المغرب مسجد تنمل الذي يبعد مئة كيلو متر عن مراكش المصنف من قبل منظمة اليونسكو كموقع للتراث العالمي وصومعة حسان في الرباط والكتيبة في مراكش واسبانيا برج الذهب في اشبيليا الذي اصبح اليوم المتحف البحري والخيرالدا في اشبيليا ترك المرينيون عددا هائلا من المعالم التاريخية بالمغرب والتي نجد غالبيتها في عاصمة هنفاس وفي مدن اخرى ايضا مثل مقبرة شالا في الرباط او مسجد المنصورة في تلمسان بالجزائر وعرف العصر المريني بتشييد المدارس باعداد كبيرة مما جعل المغرب البلد الاسلامي الاكثر عددا من حيث المدارس ونذكر على سبيل المثال للحصر مدرسة الصفارين بفاس التي تسمى مدرسة النحاسين ومدرسة البوعنانية بمكناس ومدرسة الطالعة بسلا السعديون الف وخمسمائة وثمانية واربعون الف وستمائة وستون في بداية القرن السادس عشر ثار السعديون والبربر القادمون من وادي نهر درعا المستاؤون من الهجمات المسيحية ثاروا ضد المرينيين وطردوهم من السلطة ثم اقاموا سلالتهم الخاصة وقاتلوا ضد البرتغاليين وبذلك استولوا على اقادير وقعت المعركة النهائية ضد البرتغاليين يوم اربع غشت عام الف وخمسمائة وثمانية وسبعين بالقرب من القصر الكبير وادت هذه المعركة التي سميت بمعركة الملوك الثلاثة الى ضم البرتغال من قبل اسبانيا سنتين بعد ذلك وقد خلف السعديون ارثا رائعا في مراكش يتمثل في مقبرة ملكية تتميز بثروة معمارية كبيرة وهي مقابر السعديين استمد العلويون تسميتهم من علي صهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد جاءوا من الحجاز واستقروا بواحة تافي لالت واصبحوا صلاطين بالمغرب بعد فترة من عدم الاستقرار بعد وفاة اخر سلطان من سلالة السعديين سنة الف وستمائة وتسع وخمسين كان مولاي رشيد ثالث امير علويا بتافي لالت هو من اعاد توحيد البلاد بين سنتين الف وستمائة واربع وستين والف وستمائة وتسع وستين كما اعاد تأسيس سلطة مركزية مثلت بداية سلالة العلويين في المغرب ونقل ابنه مولاي اسماعيل عاصمته الى مكناس على بعد ستين كيلو مترا من فاس وصد العديد من الهجمات الاوروبية اثناء قتاله ضد القبائل البربرية المتمردة في الجبال تعد مكناس اول انجاز عظيم للسلالة وهي مدينة شيدت على الطراز الاسباني المغربي واحيطت باسوار عالية مثقوبة بابواب ضخمة وهي تعكس بشكل خاص الانسجام بين الانماط الاسلامية والاوروبية الحماية الفرنسية 1912-1956 انشأت معاهدة تنظيم الحماية الفرنسية للمملكة الشريفة والمعروفة باسم معاهدة فاس عشية الحرب العالمية الاولى انشأت محمية فرنسية على معظم الامبراطورية وسيطرت اسبانيا على جهة تطوان في الشمال وجهة افني في الجنوب بموجب اتفاقية سرية بين فرنسا واسبانيا في حين خضعت جهة طنجة لنظام خاص ستحدده فيما بعد اتفاقية باريس المؤرخة في عام 1923 وهو ما جعل منها مدينة ذات مكانة دولية وقد حكمت هذه الاتفاقيات المختلفة المغرب حتى سنة 1956 تاريخ استقلاله المغرب الحديث من سنة 1956 حتى يومنا هذا منذ الاستقلال تغير لقب الحاكم من سلطان الى ملك وكان محمد الخامس اول من حمل هذا اللقب وبتاريخ السادس والعشرين من فبراير عام 1961 خلفه ابنه الحسن الثاني حتى وفاته بتاريخ الثالث والعشرين من يوليو عام 1999 واليوم اصبح ابنه الملك محمد السادس العاهلة الثالث والعشرين من الاسرة العلوية وثالث ملوك المغرب الذي سيخلفه يوما ما ولي العهد الحالي مولاي الحسن